في سنة من سنين الجامعة كنت مقيمة إقامة كاملة مع جدتي في يوم رجعت من الجامعة حزينة جدا جدا ومتضيقة جدا جدا وعايزة عيط وانفجر خلت البيت طلبت مني قالتلي تعادي نجهز الأكل قالتلي طيب خلص سبتها ودخلت القوضة جوا وغيرت هدومي ونمت على السرير ودفنت رأسي بين مخدتين نمت على مخدة وحطيت مخدة كبيرة تانية فوق دماغي وقعدت عيط حصل موقف ما وكانت نفسي صعبان علي قوي 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 وفي نفس اليوم خدنا درجات كواز كنا عملناه وما كنتش حلة كويس والدرجة ما كانتش حلوة ما كانتش عجباني فطبعا الاتنين مع بعض يعني الموقفين عملوا كوكتيل من الحزن والزعل والديق بعد شوية لقيتها جاية وبتقولي اتقلبي كلميني انا عارفة ان انت مش نايمة في ايه اللي حصل قلت لها في موقف دايقني وكمان جبت درجة زي الزفت في الكواز فراحت قالتلي انا فاكرة الموقف ده جدا جدا لانه كان من الايام المؤثرة فيها قوي قالتلي بصي الموقف ده لا حيبقى اول موقف ولا هيبقى اخر موقف والامتحان ده له اول امتحان وله اخر امتحان هتفضلي تتعرضي لحاجات زي كده وحتفضلي تمتحني الدنيا بتمتحننا دايما تتطبط علي وقالتلي بقولك ايه قومي شو في حالك فعلا مش هيبقى اول امتحان ولا هيبقى اخر امتحان مش هيبقى اول موقف صعب نعدي بيه ونفتكر ان دي نهاية الدنيا ونهاية العالم وان احنا يعني خلاص اعمل ايه اتصرف ازاي ومش هيبقى اخر موقف احس بيه احس فيه بالضعف بالانكسار بالانهزام باي مشاعر عملوا كده كوكتيل من المشاعر السلبية مش هيبقى اخر امتحان هتمتحننا بيه الدنيا الحياة بتحط قصادنا ناس تمتحننا بيهم بتحط قصادنا مواقف تمتحننا بيهم بتاخد مننا ناس تمتحننا بيهم بتاخد مننا حاجات تمتحننا بيهم لامتحانات كل يوم على فكرة امتحانات كبيرة وامتحانات صغيرة كل لحظة بتعدي علينا وبناخد قرار ولو تافه ده امتحان ومش لازم ننجح في كل الامتحانات مش لازم نجيب الدرجة النهائية في كل الامتحانات ولو سقتنا في امتحان عادي ما وصل فيه امتحان تاني بكرة الكلمة بتاعت جدتي على قد بساطتها على قد ما هي يعني عظيمة قوي ومؤثرة قوي قومي شوفي حالك قومي قوم انهض مش هيرفع الدنيا تتغير من حواليك الا زا قمت وعملت حاجة قومي فيه اكشن بيحصل فيه انا في مستوى منخفض ولازم اقوم عشان روح المستوى اللي اعلى منه ما ينفعش ما ينفعش افضل قاعد في مكاني وما بغيرش حاجة في حياتي وما بعملش حاجة في حياتي وانتظر ان كل حاجة تتزبط وكل حاجة تتحل فيه ناس على فكرة وانا قابلتهم وتكلمت معاهم مبدأهم في الحياة سيب الامور هتحل نفسها على فكرة مفيش حاجة بتحل نفسها بتبقى مثلا فيه خناقة ما يقولك سيب الامور تهدى سيب الامور تنام وفعلا والناس اللي متخانقين دول يتقابلوا ويحضنوا بعض ويبوسوا بعض ويعني الحياة وردية وجميلة وفي اول شك الدبوس يحصل انفجار ليه ما هو اصلي كان فيه موقف قديم ما احنا قلنا انه خلص لا ده ما كانش خلص ده كان تحت السطح الغليان البركان تحت السطح والقشرة بس الرفيعة بتاعت الكرة الارضية هي لمغطية البركان ده وقت ما يحصل اي خلل في القشرة دي ينفجر البركان ما فيش حاجة بتحل نفسها اه ممكن نختار ان احنا نسيب الامور تهدى شوية علشان ما ننفعلش علشان ما يقولك ما ترشش الملح على الجرح المفتوح بس ده مش الحل لأ دي فترة هدنة قبل ما نروح ونعمل الحل فلازم الواحد يقوم لازم ياخد اكشي الكلمة التانية شوفي نفتح اينينا بدل ما احنا قاعدين عمالين نبص لدي ونبص لدي ونبص لدي ما نبص هنا ما نبص جوه قومي شوفي حالك مش شوفي الناس التانية مش شوفي برا شوفي حالك شوفي جوه بص لنفسك جوه لو انت مش تعيد وتعيز في حياتك ما تبصش كده وتقول اصل الحكومة اصل البلد بنت مش عارف ايه دي اللي عاملة فيها كذا اصل كذا وكذا وكذا اصل كذا وكذا وكذا كل الاسباب خارجية انا كنت بتكلم مع شاب من الشبان وقاهد عمالي يقول لي اصل فلان مستقصدني وفلانة انا مش نزل لها من زور ومش عارف ايه وانت فين انت فين في الدايرة دي كل الناس دي مستزئبة عليك عايزة تكسرك كل دول وانت الحياة حلوة ولذيذة وانت يعني القديسة احنا بنقضي وقت كتير جدا 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 في ان احنا نلوم الناس وندور على حجج برا في الموقف ده وانا بتكلم مع جدتي بتقول لي طب انت ما جبتيش نمرة حلوة في الامتحان ده ليه قلتها عشان جاوبت غلط وجاوبتي غلط ليه اصلي يمكن ما كنش فاهم السؤال كويس وما كنتيش فاهم السؤال ليه قلت لها يمكن ما حلتش اسئلة كفاية وما حلتيش اسئلة كفاية ليه اصلي ما عنديش اسئلة طب ممكن تجيبي الاسئلة منين اه ده في حاجات بتتباع في المكتبة اللي قدام الجامعة وفيها اسئلة زيادة طب ما تحلي خلاص فيه تكنيك بيقولوا عليه الخامسة ليه يعني ايه يعني لما قابلنا موقف نسأل اسئلة بدايتها ليه لماذا الموقف ده حصل ليه عشان فرنال ما عملش كذا ليه عشان ما عندوش الامكانية المادية مثلا يعمل كذا ليه عشان مرتبه كذا كذا ليه عشان الوظيفة بتاعته كذا ليه عشان ما دورش على وظيفة تانية ليه وهكذا فبيقولك اعمل التمرين ده خمس مرات على الاقل خمس مستويات خمس مستويات نسأل نفسنا ليه 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 لما بيجيني حد وبنتكلم سوا وبيشتكي من مشكلة ما انا كتير جدا بتتبع هذا الاسلوب لما ولادي بيجوا ويحكوا لي على مشكلة ما حصلت اه فلان ده انا مش هكلمه ده سخيف ده كذا وكذا وكذا ليه عشان عمل كذا 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 طب هو عمل كده ليه عشان كذا 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 ليه كل ما مندج عشان نعرف السبب اللي وراء المشكلة او الموقف اللي احنا فيه واو هتتفتح عينينا هنشوف حاجة جديدة بس ما نعودش بقى نحشر مناخرنا في حال الناس التانية نشوف حالنا احنا نشوف وضعنا احنا نعمل ايه احنا عشان نطلع من الموقف الوحش ده اعمل ايه المرة الجاية عشان ما سقطش في الامتحان تعلمت من جدتي اني لما سقط في الامتحان اوقع في مشكلة اقوم اشوف حالي